كده دي فلتارة الأفكار والمشاعر المختلفة في حاجة تانية دكتور تحب تقوليها لنا من جونا كده يعني قلت لنا الحاجات من جونا الحقيقة فكريني لو أنت فكرة هي دي بعض من كل من حاجات كتير قوي فأنا بشجعكم نقرأ كتب نسمع موضوعات كتير نطلب جلسة مشهورة عند حد متخصص مشهورة أسرية أو يعني عشان نقدر نلحق روحنا علشان إحنا كده فيتنا كتير من البهجة ومن الفرح وكمان هنبقى عرضة لإنه إبليس بقى يبقى كأطفال محمولين بكل ريح حقيقي بنشوف حاجة بنلقط وبنتصرب بناءة على ده حقيقي طب إحنا كده يا دكتور بعدك فلترنا بقى الأفكار والمشاعر المختلفة وقعدنا كده يعني ياريت لو نكتبها كده على ورقة وقلم ونقعد نفلتر أفكارنا ونشوفها قدامنا ونشوف إزاي نقدر نعالج ده عايزين بقى نسأل نفسنا سؤال مهم جدا هو ليه التشوه ده حصل ليه وصلنا لهذا التشوه والآلم اللي بيخص الجزئية دي مع أنه مقدس فعلا وأنه ربنا لم يخفق شيئا دانيسا أصلا يعني فليه وصلنا للتشوه ده ألم وواجع واللي خلي ولد الشه وهي اللي مسيطرة عليه اللي يخلي خبراتنا مليانة بالزنب في جدر فعلا عندك حق أعمق من كده وهو من بداية سقوط الإنسان زي ما الإنسان أول ما سقط عارفة أول ما أدم كان مع ربنا وبيت ماشى وعنده سلطان فجأة أنا عريان أنا خايف ربنا يقول له مين قالك أن أنت عريان يعني مين اللي قالك ما أنت عريان من بدري على فكرة زي ما يكون بدأ يدخل الخوف بدأ يدخل الزنب وبدأ التشوه يبان جوه قوة الإنسان الواحد مخه بقى في حتة مشاعر جديدة سلبية بقت موجودة في خوف في هروب من ربنا اللي كان مصدر أمان فاتشوهت قوة الإنسان والجنس من ضمن القوة الإنسان الجنس كطاقة وإمكانية من ضمن القوة اتلخبطت اتلخبط الأفكار بتاعته عنها في مخاوه في تشوه أكبر دليل مش بس في قوة الإنسان في العلاقة بينه وبين الآخر ده أول ما ربنا جاب له حوة قال له إيه قال له إيه أول ما صحي من النوم هذه الأن لحم من لحمي وعظم وهذه امرأة وقال شعر شعرت بالزفت كده بالزفت وفرحة بصتي البهجة لحم من حتة مني وعلى فكرة ولو أنا بقصة بعض تخالي جبت الكلام ده منين يا إيه أيوة مين أعلمك الشعر ده أول واحد بيعيكس كده مغنس اللي هو قمت شعرت فيها كده على طول وعلى دي بقى تيجي في الآخر ده أول كل رجالتنا يعني يتعيدوا من بابا إيدان كده في الحتة دي بس لكن بعد كده هي اللي أكلتني شوفتي بقى شوفتي التشوه بقى شاهمتك كده بدأ المشاعر تتغير لإيه في حاجة حصلت جوه بعد ما كنت جزء مني بقيت أنا وإنتي خلاص وبسي حتة جزء مني دي تقول بقى إذا كنا هنتكلم في الجنس مقدسا ده من لحظة ما ربنا في خطته إنه هو يحس أنها حتة مني فعلشان كده ما أقول أخرج برا زيتي للآخر دلوقتي بقت مشوار الأول كانت حتة مني وأنا مدرك ده التشوه خليها حد براية وخايف منه مش أنا خايف منك وخايف منها مش أنا بقيت بدور حوالين خوفي ونقصي ورعبي وخبرات جديدة أنا بمر بيها شفتي الفرق فمنين التشوه بدأ وعلى فكرة بدأ مش تاريخيا يعني ده البدء التاريخي بس ده موجود لغاية دلوقتي كل ما الإنسان العطيق جوايا بياخد فرصته وأنا مش واعي ينفصل عن الله فبالتالي هنفصل عن نفسي وعن الآخرين في كل اللحظة إحنا معرضين لده حقيقي حقيقي في كل عشان جده أنا محتاجة أبقى ماسك فيه بأداية واسنانية بجد أمسك بالحياة الأبدية فعلا لأنه الفكر ده ورث ورث في كيانة الانفصال ده فبالاتحاد بالله وبفكره اللي إحنا بنقول عايزين نبدأ نتكلم فيه وعايزين نقول إنه من هنا جت شهوة كلمة شهوة مش رغبة بقى الله حاطتها الله حاطتها عشان آدم يشتق لحوة وإليك يكون اشتياقه ترجمة نانسي قنقر